طبعا شبكت القيادة كلها تسمع جهاز الراكال حتى الرئيس اللي يرحمه في القيادة يسمع هل لو رحيم كنت اسمعني اجيب قال جيد اجيب اي فقال قل ثانية اجيب قلت لها اجيب قلت لها يعني بالك انا خايف او كذا فحد عدة النفسين هيش منكم من صدام السواقع الفرق او انه ما قلت صدام لا اشلون اي تيهم اول مرة اي اي لا اش قلت لها هيش منكم من السواقع الفرق بالمرض الثاني من قلت يعني ما معناه حشو من السواقع انا على ابوك لابولي سواقع اي 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 اصحب ايي يونك من عندكم ونشرفكم من كذا ومن السواقع الفرق اي فقال كل ثاني اجيب كذا من كذا من كذا فشار ومسببة عمالك كاني خايف عددت النmun زين قتل لابو صدام يسواقع الفرق وضفت عليها اي وانا على ابو صدام الي museum سواقع الفرق قائد فرق واقط بصبع به قيلة بالحيار الصباح الصبح يجيب علي قالوا ياابل انت موقوف خير اي شاء الله تأخذوني موقوف المعركة كسبناها انتهنا ايه بس حتى بعدين رضيسة لا يرحوا مندز علي ولا فترة لا خلينا نكمل قال لك موقوف ايه ما خلوني اجي بعض الصورات الفرقة فهو نزل يم الفرقة وبعدين قال سيدي انا ممتذي واجباتنا فيروحوا اياك ضابط من الفرقة هو على هاي العبارة اللي سبيته وقتله وصدامه هي على هاي المهم صلنا بالنظباط العسكري الناس زموا بيها حيال غرفة زينها وجابوا الفراش وبيز وابراق اكتبت حتى للسيد الرئيس الله يرحمه حوالي فمع الصفحة الاحداث اللي صارت كلها ايه فانطيتها حاشم صديد عام السيد الرئيس والدوهل المن عفوا كان عام السيدين مرحة في السجن رقم واحد حاشم صديد كان عام السيدين الله يرحمه توفى عبدالجوان الذنون الله يرحمه كان ودي صوات عسكرية فحاشم رفع حاليا كان تواطع من الاستخبارات فذج عليه عبدالجوان الذنون خذني حاشم وراحنا عليه تلقى انا رجل تسأل منه مباوة سانويا قال خلف انتكاته اثناء الصفحة اثناء الصفحة فاذا خذها يمك صفحتين ثلاثة قلت له والله ما احلية كانت متل اثناء صفحة ظل يترقق بيهن الى ان اطلا من يروحن ما يبقى بيهن فايزة فيروحن يقراهم اغاية والله رفعهن وصلا طارق حمد العبدالله رئيس الديوان شان ودكتور ابراهيم النوري وكيل وزير الصحة سي الخال طارق حمد العبدالله فمخابر علي مرجع الطلب مالي قال له تروحن يستجن على خلف قول له انا موقوف فياك ما اروح على تبدل طلب مالك سوي خمحتين ثلاثة والله خابرني حاشم تعال البقر طلعت واذا براهيم النوري جاي وكيل وزير الصحة جاي قال دهني طارق حمد العبدالله قال له انا موقوف فياك ما ارجع الا تغير الطلب والله حاشم رأسا جابوا لي مئز وابراق وماذا شون هو هاك قدر عادي اختصرت الطلب زويته في الصفحات تقريبا اختصرته وقعته ايو انطيت هيا خلناه راح بعدين وطلت ريس كاتب علي كتابه زينة يعني بس بقيت شكاتب كان يعني ما ادي والله بعدين شكاتب وطلت انه كاتب زين علي يعني الطلب هو من وصلت الوراق التحقيق كاتب علي يحكم بالعدام شلون يحكم بالعدام امراق التحقيق بالاستخبارات حقققهم اياه من اللي كاتب يحكم بالعدام الريس ها الوراق رفعت علي اللي رفعت من الاستخبارات من الاستخبارات كان معامل دي استخبارات بدون محكمة قبل المحكمة يكتب كذا يروح للمحكمة على التعليق من الرئيس تحكم فكاتب يحكم بالعدام مرحوم عدنان كان بجانبي قل لهذا عدنان خير الله كان مزيد الدفاع قل لهذا كذا باع بطولات واش يسوه ونفذ واجبات وحركات حيل كذا يفيدنش كان عدنان خير الله مطلع على الواجبات اللي نبتد يعرفوا كل الأوليات يقل له بعدين دول الشيوخ الأنبار يصير احنا في حالة حركات مع سوريا والأردل والسعودية تصالوا مسؤول عن المشاكل فقال له حتى سيأبرر غيره إلى أن أحد الأيام ملك الحسيان الله يرحمه بعد زياراته يمكن عدنانهم قال له فطلب ابن الرئيس أبو عدي عندي طلب قل له قول أبو عبدالله بيدي شغل يقل له موضوع أهلان قد أزعر أوراق شو طب الأدنان شنو العلاقة بينك وبين جلالة الملك الحسيان يعني شو ما عرفه بالموضوع واصل لخبره أعتقد عدنان مو زيارات شاني زور بس ما يعرفك شخصيا لا لا شخصيا ما عرفه بس مجرد أنه عدنان خير الله ترجال جلالة الملك اي أنا يقول لا عليه فكتب يحكم سبع سنوات خلصت سبع سنوات لا لا بقيت ثلاث سنوات ثلاث سنوات بسجل رقم واحد رقم واحد العسكري بعدين صدر عفو بس أنا من رقم واحد أطلعت كل من بالمادة 225 تهجم على السلطة شمل بهذه المادة أطلعت ولما أطلع حقيقة المخابرات مليحكين من مالو